كشفت رسالة لقائد جبهة الصلو التابعة لللواء 35 مدرع في الحجرية تعز عن تفاجئه من غضب قائد اللواء جراء قيامه بمنع مرور المشتقة النفطية إلى ميليشيات الحوثي رغم خطورة ذلك على الجبهة قائد الجبهة العقيد أحمد القدسي أبدى في رسالته إلى قائد اللواء العميد عبد الرحمن الشمساني استغرابه من توجيهته بسماح بمرور المشتقة النفطية إلى مناطق سيطرة الحوثي وأوضح قائد الجبهة في رسالة بأن قيامه بمنع مرور المشتقة النفطية جاء بعد تأكده من استخدامها من قبل ميليشيات الحوثي في تزويد دباباته لاستهداف الجبهة لافتا إلى تعرض مواقع اللواء في نقيل الصلو اليوم للقصف العنيف بقذائف الدبابات من قبل ميليشيات الحوثي بعد أن ظلت هذه الدبابات متوقفة لأكثر من شهرين جراء عدم ماتات الديزل مضيفا بأنه وعلى إثر هذا قام بتحريك تقم عسكري مع الأفراد لمنع مرور السيارات تهريب المشتقة النفطية للميليشيات الحوثية وليس لأخذ مبالغ مالية مع إبلاغ عمليات اللواء بهذا التحرك وأضف مخطبا قائد اللواء إلا أننا نتفجأ باتصال منكم تحملوننا مسئولية عدم استماحة لسيارات التهريب بالمرور إلى مناطق العدو وختم خطبه بالقول لذلك لم نفهم منكم كيف تحملوننا مسئولية أننا حاولنا قطع إمداد للعدو اشتركوا في القناة